بس قوية الشفان كتير سهل وسريع نطحن كوب من الشفان أو نجيب دقيق الشفان جاهز 100 جرام نصف كوب عجوة الطمر ربع كوب ماء وربع كوب زبدة يعني 50 جرام زبدة و 50 جرام ماء نوضع الزبدة والماء بالوعاء على حرارة متوسطة نوضع العجوة ونوضع كل الخليط مع بعض وهيك بعد ما تماسك الخليط معنا بنعمله بورق الزبدة بنمده وبنعمل الشكل اللي احنا بنحبه بنحمل فرن مسبقا مثل هيك بتكون يعني ممكن نعمل الأشكال اللي احنا بدنا إياها موضوع كتير سهل بنحمل فرن مسبقا 180 درجة مقوية تقريبا بياخد معنا ربع ساعة وهذه المكونات نتركه حتى يبرد تماما شايفين كيف شكله كتير روعة اذا انتم مهتمين بالغذاء الصحي اشتركوا حتى يصلكم كل جديد مع السلامة